المحور التغذية الموضوع مصادر الأغذية مصدر نباتي مصدر حيواني الهدف تعرف مصادر الأغذية أبحث أسمي أغذية أحبها من مصدر نباتي وأغذية أخرى أحبها مصدرها حيواني أحب الجبن مصدر حيواني العسل مصدر حيواني الغلال مصدر نباتي أذكر من بين المشتريات التي تقتنيها أمي كل شهر أغذية مصدرها حيواني الياغورت الحليب البيض الإشكالية قالت نادية لأمها أنا يا أمي أفضل الأغذية التي مصدرها نباتي لأنها أكثر فائدة ولن أكل سواها هل توافق نادية؟ أعلّي الجوابك لا لا أوافق نادية فيما قالت لأنه لاكتمال الغذاء والحصول على وجبة صحية متوازنة يجب أن نأكل غذاء متنوع المصادر منه نباتي وبعضه حيواني للحصول على بنية جسم صحي فعند حدوث أي نقص في التغذية فإن مقاومة الجسم للأمراض تكون ضعيفة وتطول أعراض المرض أتثبت أذكر الأغذية التي تستهلكها طيلة يوم من مصدر نباتي خبز تفاح وعنب عصير كسكس من مصدر حيواني بيض جبن حليب عسل أذكر مكونات الوجبة التي تفضلها أفضل تناول وجبة غداء تحتوي على كسكس صلطة خضار غلال عصير لماذا تتنوع الأغذية في الوجبة الغذائية الواحدة؟ تتنوع الأغذية في الوجبة الغذائية الواحدة كي تكون متوازنة وتوفر لنا الطاقة بناء الجسم والوقاية أطبق أتأمل الصورة وأصنف الأغذية غذاء حيواني زبدة حليب جبن بيض طبق الدجاج غذاء نباتي الغلال الخبز أتم تعمير الجدول الغذاء جبن مصدره حيواني وظيفته يحقق نمو الجسم الغذاء الغلال والخضر مصدره نباتي وظيفته يقل جسم من الأمراض الغذاء زيت مصدره نباتي وظيفته يوفر الطاقة للجسم يستفيد جسم الإنسان عندما تكون الوجبة الغذائية متوازنة أقترح على كراسي وجبتين متوازنتين وجبة فطور الصباح بيض جبن خبز زيت حليب عسل وجبة الغذاء الرز قطعة لحم خبز سلطة غلال أعلم فطور الصباح هو أول وجبة أساسية يتناولها الطفل في اليوم وتكمن فائدته في توفير الطاقة لضمان النشاط البدني والذهني للتلميذ يجب أن يكون الغداء متوازنا وغير دسم وسهل الهضم حتى يتمكن الطفل من متابعة دروس الفترة المسائية بكل نشاط وانتباه العشاء هو الوجبة الرئيسية الثالثة يجب أن تكون متوازنة أي أن تتوفر فيها أغذية من المجموعات الثلاث ترجمة نانسي قنقر